طب قولي لي الطرق اللي تحسن من عملية التمثيل الغذي ايه اللي احنا نقدر نعمله نحسن منه حاجات كتيرة جدا ايزاي ايه بقى اولا لازم افطر يعني الموضوع لا انا مش هفطر عشان اخس انت افطاري عشان تخسي او انت افطر عشان تخس صحيح اول حاجة الفطار مهم جدا لسرعة الحرك واجبة اساسية صحيح بس الفطار يبقى ايه يعني يبقى صلطة يبقى حاجات يعني ما يبقىش فيه ناشا وكربوهيدرات كتير ويبقى فيه خضروات وجبنا اريش طبعا جبنا اريش خضروات عشبني حاجات اللي هي بالشاية والحاجات اللاطيفة بالظبط ده بيعلي جدا سرعة التمثيل الغذائي حل الاكل الواجبة الرئاسية بلاش قصة بالليل دي اطلاقا ده فيناس مظهومة بسبب بعضها بالظبط بالظبط ما فيش حاجة اسمها انا سيبه للغدا اليوم كله ماكلش وبالليل بقى اكل الوجبة بتاعتي الدسمة وناني كلها هتتراكم كل ده هتتراكم لازم وشرب مايكويس قوي اقل الحلويات والسكريات لو انا قعدت اكل السكر كتير كتير هعليه لمقاومة الانسولين وهخش في مشاكل في التمثيل الغذائي بلاس الفيتامينز مهمة جدا